ما إن ظهر مشروع منصة الـ OTT أي Over the Top التي تعمل عليه وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو حتى بدأ التصويب عليه من كل حدب وصوب فأوجيرو تعمل على المشروع للوصول إلى محتوى تلفزيوني عبر الإنترنت إلى مشتركيها لأسيما أن الهيئة هي المشاغل الأكبر لهذا القطاع وتطال أكثر من 400 ألف مشترك في لبنان أصوات المتضررين بدأت تعلم من بعض الرافضين لتنظيم القطاع والمستفيدين من بقاء السمرار فوضى صرقت وانتهاك حقوق المحطات والملكية الفكرية كما حقوق الإنتاج التلفزيوني علما أن جزءا من عائدات المشروع ستذهب إلى خزينة الدولة عبر دفع التفئة والضريبة على الأرباح تطبيق أو منصة الـ OTT ستؤمن وجود فائقة للمحتوى التلفزيوني وتتميز بخصائص تهم المشتركين كخيار الريبلي أي إعادة المشاهدة إلى حدود 24 ساعة إلى الوراء أو أكثر لكل البرامج إضافة إلى خدمة الـ VOD أي الفيديو عند الطلب التي أطلقتها سابقاً الـ MTV على الـ Application والـ Website الخاص بها عمل المنصة يكون ضمن شبكة موحدة متصلة بالشبكة العنكبوتية العالمية والمحتوى سيكون متوفراً ضمن شبكة عينها لكن داخلياً وبسعر أقل الأمر الذي يوفر على المشتركين استهلاك الإنترنت العالمي ما يميز المنصة أيضاً أنها تتيح المجال أمام المحطات التلفزيونية متابعة ومراقبة الجمهور عن كثب أي أنها توفر معلومات دقيقة عن المشاهدات، النوع، الكمية، التوزيع العمري والفئوي ما يحفز المنافسة بين المحطات لتعزيز جودة الإنتاج كما الموارد الأعلامية والإعلانية يذكر أن الأم تي في كانت المحطة الأولى في لبنان التي باشرت بترخيص محتواها لدى الموازعين بعد تعاقدها مع شركة شرعية مرخصة تقوم بتحصيل حقوق الملكية الفكرية والإنتاجية الخاصة بالمحطة شهرياً السير بهذا المشروع سيصب في الخن عينها مع الأخذ في الاعتبار أن مشروع الأوتي تي ليس مشروعاً فضائياً فهو يشبه منصات أصبحت بمتناول لجميع منذ سنوات فالم تي في على سبيل المثال متوافرة على سلينك تي في أمريكا منذ سنوات كذلك على ماي ساتجو في أستراليا وماي كنال في أفريقيا وعلى تطبيقات أخرى